السلام عليكم باسمي نغم حمدي عندي 18 سنة تعلمت لغة الاشارة وانا عندي 6 سنين وده علشان كنت مرتبطة جدا بوالدي وهو من ابناء السوم والحمد لله بقيت مترجمة من سن صغير وكنت دايما بروح مع اماكن شغله واتعلم اكتر واكتر منه ومن صحابه وبقيت بترجم من وانا سن صغير جدا الحمد لله يعني ودلوقتي بقيت متطوعة في جامعية جامعية خيرية وهي للصم طبعا وبقيت بساعد فيها الصم في كل مكان اماكن حكومية او غير حكومية بساعدهم لو محتاجين مني اي حاجة والحمد لله يعني دي حاجة انا مبسوطة منها ودلوقتي انا نفسي بس ان انا اوصل صوتهم لكل الناس وكل الناس تبقى عارفة لغة الاشارة علشان لو تحطوا في موقف ان هما يبقوا قدام صم يعرفوا يتعاملوا معاهم ويبقوا فاهمين كلامهم ويعرفوا يتكلموا معاهم ويساعدوهم لو محتاجين اي مساعدة وخصوصا في الاماكن الحكومية وكده الموظفين وكده لان هما بيبقوا الاكتر تعرضا يعني للصم وان هما يتكلموا معاهم فان شاء الله صوت يوصل لهم ويتعلموا او اونلاين او اي حاجة وبس شكرا